اهلا وسهلا بكم من جديد تكرر الحديث مؤخرا حول حماية المستثمر في الأردن كان آخرها تثمين غرفة صناعة الأردن استجابة الحكومة ومديرية الأمن العام لمطالب الغرفة والقطاع الصناعي بتشكيل وحدة خاصة لحماية المستثمرين الذين يعانون من اعتداءات متكررة من قبل أصحاب صوابق وفارضي الأتوات واعتبرت الغرفة في تصريحة صحفية أن استجابة الحكومة والأمن العام لمطالب الغرفة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي وللمستثمرين نظرا للجهود الكبيرة التي تبذل من قبلهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتشغيل العمالة الأردنية وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الاقتصاد التقرير التالي والمزيد من التفاصيل الحديث عن حماية المستثمر بدأ خلال الأيام القليلة الماضية على إثل حادثة اعتداء تعرض لها مدير أحد الفروع الانتاجية من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون الحكومة جاء ردها على لسان رئيس الوزراء هاني الملقي خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث أوعز بتشكيل فريق عمل من وزراء الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة وإيقاع أشد العقوبات لمن يرتكبون مثل هذه الأفعال الاستثمار ما بغرب لأنه إذن العمل يتأخر أرباطيا الاستثمار بغرب لما صاحب الاستثمار بنضرب اللي بحارب الأردني في قوته هو من يمنع الاستثمار من أن يدق مصمار في هذه الأرض من جهتها وفي أول الخطوات العملية لوحدة حماية الاستثمار التي تم تشكيلها من قبل الأمن العام مؤخرا كوحدة مستقلة تعنا بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين أطلقت خطا ساخنا لتلقي الاتصالات من المستثمرين الذين يتعرضون لاعتداءات أو لأي نوع من أنواع الترهيب أو الابتزاز إذن قطاع الاستثمار يكتسب أهمية كبيرة نظرا لما يقدمه من خدمات متعددة للمجتمع فهل البيئة المتوفرة والإجراءات الحالية جاذبة له بما يكفي؟ اليوم نناقش مع ضيوفنا الكرام حماية المستثمر أهميتها نحميه ممن وكيف أيضا كل ذلك مع عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أهلا وسهلا بك وأيضا عضو جمعية حماية المستثمر الأستاذ محمد أرسلان أهلا وسهلا نتحدث بداية عن أهمية الحديث عن حماية المستثمر أبدأ معك تفضل الأستاذ محمد شكرا يا ستي يعني الحقيقة هذا موضوع مهم جدا وشكل معيق من معاقات الاستثمار في الأردن وخاصة إذا راجعنا إلى تقرير التنافسية العالمي ورد هناك معلومتين مهمتين المعلومة الأولى بأن الأردن هي الدولة رقم 65 من أصل 137 دولة في العالم نعم في التنافسية ولكن الرقم الآخر فيما يخص حماية المستثمر الأردن احتل الرقم 126 من أصل 137 دولة نعم وهذا رقم متدني جدا ويعبر عن أن هناك مشكلة حقيقية في حماية الاستثمارات والمستثمرين في الأردن فكان لابد من أن تكون هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة مستقبلا حتى نستطيع أن نعزز وجود هذا المستثمر في الأردن لأنه الاقتصاد أي اقتصاد يعتمد على قضيتين أساسيتين أولا الاستثمار إن كان أجنبي أو محلي أو يعتمد على التصدير وقوات التصدير فبالتالي نحن أمام مهمة في أن نعالج الكثير من الثغرات التي وجدت في موضوع الاستثمار والعجلة الاقتصادية بشكل عام نعم يعني أستاذ محمد هل نستطيع القول أننا ما زلنا نعاني أو المستثمر بحد ذاته يعاني من عدم وجود حماية أو تغطية كاملة له والاستثماراته نعم للأسف الشديد وخاصة في المناطق الخارجة عن المدن الرئيسية عمان زرق أربيد هناك متنفذين لأسباب عشائرية وأخرى يعني في أتوات في نوع من الضغط في التوظيف في نوع من الابتزاز في موضوع التبرعات والمساهمات الأخرى اللي هي السوشال ريس بونسيميلة الزبعة المصانع وبالتالي هناك مشاكل كثيرة وأنا الحقيقة باعتباري كنت رئيس لغرفة صناعية وعضو في مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن يعني كنا نتلقى الكثير والعديد من شكاوى المستثمرين لمجموعة الابتزازات هذه وللأسف الشديد جزء من هذه الابتزازات يقوم بها متنفذون يعني نتكلم عن أصحاب سعادة نواب نتكلم عن رسميين نعم لديهم نوع من السلطة والنوع الآخر اللي هو عملية الابتزاز الفعلي اللي بيقوموا فيه أصحاب أسبقيات وغير ذلك كما ذكرتي في بداية التقرير فبالتالي فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا ونحن بهمنا بالدرجة الأولى في الوردن أن تتجه الاستثمارات نحن المناطق النائية نحو المناطق البعيدة ولخلق فرص عمل وغير ذلك ولكن للأسف الشديد هذه الصناعة وهذه الاستثمارات تتعرض إلى مثل هذه المضايقات نعم أشكرك مهندس موسى في ظل ما أضافه وتحدث عنه الأستاذ محمد وسنأخذ لاحقا في بنود قانون الاستثمار رقم 30 لعام 2014 المادة 14 بالتحديد وأيضا المادة 41 با من هذا القانون ولكن ما رأيك أنت الآن بوضعنا الحالي هل تتفق مع ما ذكر الأستاذ محمد بما يخص حماية المستثمر؟ أشكرك بداية تنسي يديتي على الاستضافة أنا طبعا أتفق تماما مع ما تفضل فيه أخي أبو علاء محمد أرسلان بحقيقة قبل ما أعلق يجب الانتباه إلى ما قاله دولة الرئيس في التقرير بيقولك المستثمر لا يهرب من تأخير معاملة أو من تأخير رخصة يهرب عندما يتم الاعتداء عليه أنا بقول لا يا سيدي منظومة الاستثمار منظومة متكاملة تنتهي بحماية المستثمر ولكن تبدأ بأشياء كثيرة منها فتح حساب البنك بداية مرورا بأذنات العمل والترخيص المختلفة هنا نتحدث عن التسهيلات إذن بالضبط هي حماية المستثمر هي جزء من منظومة متكاملة مرورا زي ما حكينا بالتمويل مرورا بالتشريعات واستقرار القوانين طبعا انتهاءا بموضوع حماية المستثمر فحماية المستثمر هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستثمار الكاملة فلذلك أنا باعتقادي إذا إحنا ما ركزنا على هذه المنظومة بشكل متكامل أعتقد لن نحمي المستثمر حماية المستثمر ليس فقط جسديا وأمنيا حماية المستثمر من الإعاقات التي تبدأ زي ما حكيت منذ بداية تعامله في فتح حساب بالبنك مرورا بكل الترخيص اللازمة حتى موضوع التفتيش والرخص اللازمة لإنشاء مصنعه أو إنشاء استثماره سواء زي ما حكينا هو أجنبي كان أم مستثمر محلي والاستثمارات بشقيها الاستثمار الأجنبي والمحلي مهم حقيقة في موضوع تحريك الاقتصاد وتنمية العجلة الاقتصادية وطبعا توظيف المتعطلين على العمل خصوصا إذا ما ركزنا على الأرقام خلال السنوات الماضية فوصلت البطالة إلى أكثر من 24% من خارجين الجامعات أو في خارجين الجامعات فلذلك أنا بركز أن الاستثمار ليس حماية المستثمر فقط بل هي منظومة متكاملة نعم أستاذ محمد في كل ما تحدثت عنه تحدثنا عن ترهو الإداري مثلا تحدثنا عن توظيف واستخدام السلطات ممنوحة لأشخاص وأفراد معينين غير مخولين بها وتحدثنا أيضا عن حماية أمنية أكاد قد تكون في بعض الأحيان غير موجودة بالدرجة المطلوبة وتشريعات نعم طبعا مما لا شك فيه أنه يجب أن نعمل في جميع الخطوط مع بعضها البعض ولكن أين سلم الأولويات؟ من أين نبدأ؟ أنا أعتقد أولا سلم الأولويات هو الإصلاح الحقيقي بنية حقيقية لجهاز الدولة جهاز الحكومة البيروقراطية تكاد تكون المعضلة الأساسية في موضوع إنجاز معاملات الاستثمار وغير ذلك يعني على سبيل المثال أنا عادة قبل ما أطلع باللقاءات ببعت على الواتساب لأصدقائي بأني بدي أتكلم في الموضوع الفلاني وعادة بالتوفيق الله يعطيك العافية وكذا ولكن الليلة في موضوع الاستثمار أرسلت حوالي 1500 رسالة أجاني أكثر من 20 من أشخاص اقتصاديين معروفين وأبدو ملاحظات عديدة غير الاتصالات التليفونية هذا دليل أن المواطن الأردني يعي أهمية الاستثمار ويعرف بأن مستقبله الاقتصادي يستند إلى تشجيع الاستثمار وأن تكون هناك استثمارات حقيقية تخرق فلوس العمل واحد من الملاحظات التي جتني إحدى الشركات تقدمت ببناء مستشفى لهم سنتين ونص تماماً الآن ما وصلهم وهذا بالنافذة الواحدة التي هي بهاية تشجيع الاستثمار يعني ما بعرق ما مدى صحة القصة ولكن أكد لأنه سنتين ونص باستنوا في الموافقات هذه مشكلة في دول تاني تنعمل بيومين وبتلاتة تنتهي ويبدأ بالمشروع تبعه اتنين مثلاً تعالي على قانون أنا أريد أن أتكلم الحقيقة على موضوع تقييم أثر القوانين والتشريعات الجديدة نحن في عنا خربطة ونطنطة في التشريعات يعني المستثمر المبروعة على الدولة بهمه أنه يرى التشريعات على الأقل لعشر أو خمسة عشر سنة ثابتة مع تعديلات طفيفة دون الاختلاف بأثر رجعي ولكن للأسف الجديد أي مستثمر إن كان محلي أو أجنبي بيجي ويقوله كل يوم والثاني طرحنا هذا الموضوع أنه تأثير هذه التطبيقات على العجلة الاقتصادية الأردني وأعتقد أن وزارة المالية فتحوا ديبارتمنت أو قسم صغير في وزارة المالية لدراسة أثر تطبيق التعليمات أو القوانين الجديدة على الوضع الاقتصادي الأردني للأسف مثل هذه الدائرة يجب أن تكون دائرة خارجة عن وزارة المالية وليست معينة من قبل وزير المالية أو وزارة المالية فبالتالي نحن في عنا مشكلة بيروقراطية الحكومة هناك بيروقراطية شديدة وأنا واحد من الناس اللي عادة إذا أجاني صديق بدعم الرخصة بحب أني أروح وأطلع بتوقفي على 22 شباك طيب ليش؟ أنا بصراحة كنت أحكي لك أستاذ محمد لربما البريقراطية ليست بالتحديد في هذه المعاملات الخاصة بالمستثمر ولكنها هي طابع عام في المؤسسات الحكومية بشكل عام في جميع مؤسسات ودوائر الدولة بدنا نجلل ذاتنا في مؤسسات أردنية الحقيقة قطعت شوط جيد يعني مثلا ترخيص وجمارك يعني قطعوا شوط في موضوع أتمتت أو نعم والآن هناك العديد من المؤسسات التي نظمت بالخدمات الإلكترونية ولكن مثلا تعالي على دائرة الأراضي والمساحة طبعا المستثمر أكيد بيكون له علاقة مع دائرة الأراضي والمساحة مش معقول بتروح بتصفي دور نص ساعة بعدين بيقول لك لا أجيب النموذج من شباك رقم سبعة طيب ما يكون النموذج عندك يعني فيه قصص بتقعدي أربع خمس ساعات وانتصافة عشر شبابيك أدوار هاي الأمور كلية مجتمعات قد تبدو صغيرة ولكنها منفرة للجو العام اثنين نأتي إلى القضاء القضاء مهم جدا لأنه أي مستثمر يذهب للاستثمار في أي دولة يبحث عن القضاء هل هو فاعل هل القضاء عادل هل 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 لأنه هو ممكن أن يتعرض إلى مشكلة قضائية مستقبلا وأيضا كمان القضاء بحاجة إلى إصلاح وجود الكفاءات المدربة من فنيين وغير ذلك يعني برضو كمان احنا في عندنا مشكلة متطلبات خاصة السوق المستقبلي ومخرجات التعليم أو مخرجات التدريب يعني فيه عندنا جاب كبير وفيه عندنا مشكلة وهنا سرنا نحكي عن الكفاءات الموجودة في المتناول اليد بضبط يعني أنا أعطيكي مثال صغير في تشيلي لما عملت اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا قبل أن يوقعوا على الاتفاقية كانوا مأهلين كل العمال اللي حيلزم المصانع التي ستقام بناء على هذه الاتفاقية بينما احنا لليوم الموقع الاتفاقية بعدين بندور بعدين بندور بعدين بندور هنا مربط الفرس أعتقد نعم مهندس موسى في جانب آخر لحتى يعني احنا نعرض جميع الأوجه في هذا الموضوع تحدثنا قبل قليل عن القانون في هذا القانون يعني رح نستعرضه الآن على الشاشة أمام المشاهدين قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والمادة 14 والمادة 41 يعني عندما نأخذك لمحة سريعة بالأخص في المادة 41 يعني بحكي لك ما تتمتع به المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يليه مجموعة من البنود وأيضا ما يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي البعض في هذا القطاع قد يعتبر هذه مجموعة من التسهيلات ولكن ما مدى فعالية هذه التسهيلات المناطبة بهذا القانون مقارنة بما تفضلتم به من معيقات أنا نحكي بصراحة على فكرة القانون حقيقة قانون عصري قانون هيئة الاستثمار واشتغلنا إحنا عليه مدى سنوات طويلة بالتعديلات التي أتت وتعاملنا طبعا واشتغلنا مع مجلس النواب في إقرار هذا التشريع مشكلة القانون ليس بمشكلة القانون كوحدة وحدة قانون مشكلة في تقاطعه مع القوانين الأخرى على سبيل المثال هناك أمثلة كثيرة مثال يعني عشان يقرب الصورة للسادة المشاهدين موضوع الأمانة أمانة عمان على سبيل المثال اليوم في عندك أنت بالنافذة الاستثمارية لا يوجد ممثل لأمانة عمان لأن القرارات التي تصدر من أمانة عمان هي عبارة عن لجان فلذلك هناك تعطيل للمستثمر بأي شيء متعلق بأمانة عمان رخص المهن رخص المهن يتيح القانون إعطاء رخص المهن خمس سنوات للمستثمر هذا طبعا فيه تسهيل كبير على المستثمر ولكن قانون وزارة الصناعة والتجارة يجب أن يتم تجديد بطاقة المستورد سنويا فهناك تعطيل أيضا بهذا الموضوع طيب صلاحية هذا القانون تعطي هيئة الاستثمار الصلاحية في إعطاء العمالة واستقدام العمالة قامت هيئة الاستثمار بإعطاء هذه الصلاحية لوزارة العمل فهناك طبعا عمالة زي ما حكى أخويا أبو ألاء بموضوع عمالة غير مدربة وغير جاهزة وموضوع استقدام العمالة هناك صعوبة بالغة وكبيرة لسبب أنه فيه طبعا وجهة نظر عند وزارة العمل نحترمها ولكن لا نتفق معها موضوع إحلال العمالة الأردنية محلة الأجنبية طبعا إحلال العمالة الأردنية وهي اليوم غير مدربة والعامل الأردني بالكاد يقعد في المصنع أسبوع أو عشرتين لا يمكن في هذه النقطة بالتحديد لأنه بصراحة عندما نتحدث في محاور أخرى الجميع يتوجه إلى العمالة الأردنية وإلى تدريب هذه العمالة واستغلالها وتوجيهها أليس هناك من منفذ آخر حتى يتم استغلال هذه العمالة بشكل لا يتطلب عمالة بديلة؟ استثمارها هي مش استغلالها بنشر استغل العمال الأردنية فيه طبعا جوانب كثيرة أنا باعتقادي ولكن نحن نحكي قاعدين الصناعة التي تشغل 230 ألف عامل وعاملة وهي أكبر مشغل نحن نحكي دائما ومنركز على هذا الرقم المؤسسة الصناعية تشغل ما بين 12 إلى 13 عامل فذلك إذا أنا بدي أشتغل على توظيف أو خفض نسبة البطالة فيجب أني أنا أعطي حوافز للصناعة الوطنية اليوم المؤسسات الأخرى تشغل ما بين 2 إلى 3 عمال فإذا أنا بدي أستثمر العامل بالشكل الصحيح فيجب أن أدربه حتى أوجه توجيه إلى المصانع وأن يكون رافض أساسي وبالتالي يتم إحلال العمالة الأجنبية أو العمالة الأردنية المكان العمالة الأجنبية ولكن اليوم في عدم وجود عمالة مدربة تلبي احتياجات المصانع وإعطاء هيئة الاستثمار بقانونها صلاحية استقدام العمالة لوزارة العمل فهناك تعطيل كبير في موضوع فإحنا القانون بحد ذاته قانون جيد جدا والأنظمة التي صادر عنه كمان أيضا جيدة ولكن تقاطعه مع القوانين المختلفة هناك الإعاقة الواضحة بما يتعلق بالاستثمار وزي ما حكينا اليوم نافذة استثمارية طب نافذة استثمارية إذا أنا لا أستطيع أن أنجز معاملة الأمانة على سبيل المثال فأنا أجاوب مرة ثانية رأس الهرم في الحكومة له دولة رئيس الوزراء نعم هروب المستثمر ليس فقط بالاعتداء عليه ولكن أيضا في تأخير معاملته موضوع مهم جدا مهندس موسى معلش إذا تكرمت وسمحت لي سنتوقف الآن مع فاصل بعد الفاصل سنعود للحديث في مزيد من التفاصيل حول حماية المستثمر أهلا بكم من جديد أعود لضيوفي الكرام قبل الفاصل كنا نتحدث مع المهندس موسى مهندس موسى لربما تقريبا تحدثنا عن يعني كنا ندخل في تحفيز الاستثمار ولكن تحدثنا عن الكفاءات الأردنية أيضا وعن الاستثمار والتوظيف لهذه الكفاءات لتجنب الحاجة إلى كفاءات بديلة والاستضام بما هي الثغرات الموجودة ما بين الأدوار المقصمة ما بين الجهات المعنية وما إلى ذلك ولكن كنت ستضيف المزيد يعني إذا أحببت أن تكمل فتفضل نحن حكينا زي ما قبل الفاصل أنه يجب العمل على تضييب العمالة حتى تحل مكان العمالة الأجنبية ولكن بموضوع تحفيز الاستثمار تحديدا بدنا نركز على المفاصل المنظومة وزي ما حكينا تحفيز الاستثمار لا يمكن أن يكون بدون العمل على جميع مفاصل المنظومة التي حكيتها أنا في بداية حديثي فعلى سبيل المثال يأخذ الأجنبي يفتح حساب بالبنك يأخذ أيام عديدة الموافقة على هذا الحساب على سبيل المثال فهنا فيه تنفير للمستثمر الأجنبي في سهولة بالغة وسلاسة حقيقة بالمنظومة المالية عندنا للمستثمر الأردني على سبيل المثال فما فيه هناك صعوبة في ذلك وخرب كثير من الاستثمارات وإحنا طبعا إجوا عندنا على غرفة صناعة عمان وحددوا المعيق الأول هو موضوع فتح الحساب في البنك فأنا إذا أبدأ حفز الاستثمار يجب أن أحل هذه المشكلة وكثير من المستثمرين جاءوا من اليمن جاءوا من سوريا ولم يستطيعوا حتى فتح حساب فلسا ما استمروا في هذه المنظومة التي تحدثنا عنها موضوع الأذونات زي ما حكينا يأخذ الكثير من الوقت أن تأتي هذه الموافقات من سواء وزارة البيئة سواء الوزارات المعنية المختلفة إذا أريد أن أفعل مشروع معين فهناك تأخير كبير بما يتعلق بالتراخيص زي ما حكينا العمالة العمالة المدربة غير موجودة أنا إذا أريد أن أحفز المستثمر يجب أن أنظر إلى هذه المفاصل وأن أقدم عدم استقرار التشريعات زي ما حكينا اليوم قانون الضريبة وطبعا استقرار التشريعات أنا بأعتقد من قسم إلى قسمين القسم الأول هي القوانين الناظمة والتي يعني زي ما شفنا كل سنتين ثلاثة بتغير قانون ضريبة فلذلك لا يمكن أن يستمر هذا الاستثمار وفيها قوانين غير مستقرة الشق الثاني من القوانين على مستوى التعليمات الصادرة من مدراء الدوائر لما يكون فيه مدير يصدر على سبيل المثال لائحة قوانين أو لائحة أنظمة وتعليمة على سبيل المثال هاي كمان أيضا معيق ومعيق كبير أمام المستثمر وقد تنافي روح القانون طبعا أو حتى لو مع روح القانون هي غير مستقرة لأن المدير يأتي بعده ويغير هذه اللوائح والتعليمات الداخلية يعني هي مناطة بمديري الدوائر هو يتمكن بإمكانه تغيير هذه التعليمات متى شاء ومما يره مناسبا لأن القوانين قانون عام ومن ثم يأتي أنظمة ولوائح اللوائح هاي ممكن أن يشتهد هذا المدير أو ذاك المدير بما يره مناسبا يعني قد تنطبق هذا على المؤسسات المستقلة حيث أن مجالس الإدارات لا الحق في تعديل الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على سبيل المثال بدك أنت صورة من رخصة المهن ولا الأصلية ممكن مدير يمشي صورة رخصة المهن ممكن مدير أخرى من أصلية ممكن يدير يقول لك لا يعمل يبدي الأصلية فتقعدين أنت يومين ثلاثة تصدقي القانون بيقول لك رخصة مهن ما قال لك كيف تفاصيلها شو لونها هل هي أصلية ولا غير أصلية هل هي مختومة ولا غير مختومة فلذلك هذه الأمور هي أحد المعيقات الهامة جدا في موضوع سلاسة الاستثمار وتحفيزه فنحن نحكي قاعدين اليوم المنظوم نركز عليها نبندها منها طبعا انتهاء نحكي على حماية المستثمر حماية المستثمر نحن نحكي بالأمن والأمان والحمد لله دائما على الأمن والأمان ولكن هناك مناطق يعني خارج المحافظات الرئيسية تحتاج إلى تركيز من حيث الأمن والأمان مهندس موسى بالعودة معلش وأنا أعود مرارا وتكرارا لموضوع التعليمات لأنه موضوع مختلف قليلا وهو نوع يعني معيق لما تتحدث عنه ولكن عندما نتحدث عن تغيير هذا التغيير متكرر من مدير إلى آخر بعض هناك مدير قد يجده فعال جدا غيره قد يجده غير فعال ويقوم بتغييره ولكن من يتحمل المسؤولية بالنهاية يعني ممكن أنت تلاقي والله موظف في هذه الدائرة يتبع تعليمات المدير السابق ويأخذ على عاطقه وعلى مسؤوليته فما هو الحل لإيقاف ذلك بالتحديد؟ الحل هو موضوع أنه أن يعي هذا الموظف أنه بإصداره هذه التعليمات أنه يعيق الاستثمار وعندما يعي هذا الموظف ويفكر أنه طبعا هو قايم بواجهه فلذلك أنا اللي بقوله أنه الوعي غير موجود أنه بدون الاستثمار لا يمكن لراتب هذا الموظف الذي يعمل في القطاع العام أن يأخذ راتبه في آخر الشهر فهي منظومة زي ما حكينا متكاملة ووعي الموظف العام الذي هو واجهه أمام المستثمر هناك يعني يجب أن يكون في ورشات تدريبية إن صح التعبير في المؤسسات المختلفة حتى يعي هذا الموظف أنه يجب أن يسهل على المستثمر لأن هذا المستثمر هو يعني مهم جدا للاقتصاد ولنمو العجلة الإقسائية ولا أنا أتعتقد أستاذ محمد أنه يجب أن يكون مصدر القرار واحد بدل من أن يكون كل شخص بيأخذ على عاطقه وعلى ما يره مناسبا أيضا عندما يتحدث المهندس موسى يعني منحكي عن أذونات موافقات عمالة عدم استقرار التشريعات هذه التعليمات الصادر التي نتحدث عنها يعني ماذا بقي ما هي الثغرة هنا هل هي عدم الرغبة في إصلاح هذه المنظومة أم أنه لا يرغب أحد بالعمل مع الآخر لا ترغب جهة بالعمل والتشبيك مع الجهة الأخرى يعني الحقيقة هذه قضية معقدة يعني الدول المتطورة والمتقدمة حلت هذا الموضوع بشكل أساسي يعني إذا نطلع على الدول الصناعية الكبيرة عندهم مجموعة كبيرة جدا من المعايير باعتبار أن هناك سنين طويلة في موضوع تطبيق القانون وخرجت بعض الثغرات في تطبيق هذا القانون أو مجموعة القوانين فهناك محددات معينة لصلاحيات الرؤساء أو المدراء فبالتالي يتقيد بها وهي تأتي ضمن مانيولز طويلة فبالتالي هنا نظمت عملية التشريعات نحن لا نتكلم عن هذا الموضوع وإنما نتكلم عن الإنقلاب الكبير في التشريعات يعني لما نتكلم على زيادة خلينا نقول في قانون البناء لما بتزيد بدل المواقف من ألف دينار إلى ستة آلاف دينار يعني مش إنه عشر أو عشرين بالمئة نحن عم نتكلم على ستمية بالمئة هذه بتدمر مجموعة توجهات لاستثمارات في موضوع الخدمات والبناء والهجارات وغير ذلك وينعكس سلبا على حجم الإجارات اللي بدفعوها الناس وهون بسير الغلل لأن الضرائب هي التي تفرض السعر العالي والتكلفة العالية خلينا نيجي إلى موضوع مهم جدا موضوع المستثمر لماذا يأتي إلى الأردن طبعا الأمن والأمان قضية مهمة جدا وأعتقد أننا أعطيناها كفاية من النقاش نعم بالضل قضايا أخرى كثيرة جدا تطرقنا إلى التدريب والتأهيل تطرقنا إلى القضاء ولكن السوق هو يبحث عن منتج يسوقه السوق الأردني صغير نحن نتكلم عن 6 ملايين 7 ملايين مواطن هذا صغير نسبيا فلهذا السبب هو سينظر إلى التصدير خارج هذه الدولة الحمد لله نحن موقعين على يمكن أكتر دولة في العالم وموقعين اتفاقيات ثنائية مع كثير من الدول وأيضا اتفاقيات الفري تريد أجريمنتس نعم تجارة أوروب وكندا وتركيا وأمريكا والمكسيك أعتقد يعني الدول العربية وأوروبا فبالتالي نحن أكثر دول ولكن تفعيل هذه الاتفاقيات بحاجة إلى عمل جاد في موضوع إيجاد الأسواق الملائمة يعني على سبيل المثال أنا كنت في نيروبا في كينة قبل شهر تقريبا نعم والتقيت مع وزير الاستثمار هناك جهد جيد أنه نبحث هذه قضية مهمة جدا اثنين المنتجات الأردنية كيف تستطيع أن تروج لها لليوم ما عندنا صالة معارض أو معارض دائم للصناعات الأردنية ليش ما يكون في عندنا وهذا اقترحنا نحن على الغرف الصناعية والمؤسسات الممثلة للقطاعات الإنتاجية أن يكون هناك نوع من التكاثف في مشروع وطني فيها معارض فيها أوتيالات فيها كل الخدمات اللي بيحتاجها من يأتي للأردن ليبحث عن البضائع أربعة في عندنا كلف عالية في الإنتاج إن كانت الكهرباء والمياه غير ذلك والحبل على الجرار يوميا في عندك زيادة في التكلفة والعامل الأردني ليس بأرقص العمال في العالم ولكنه أيضا كمان لكن لا تقوم يعني غرفة الصناعة بالتحديد بالترويج للشركات وتقوم بشركها مع المعارض العالمية لا أدري يعني طبعا فيه موجود ما هي جهودكم في هذا طبعا نحن في حملة بدأت من أربع سنوات التي حملت صناعة في الأردن وهي تروج الصناعة الوطنية بكل يعني طبعا تعتمد على أربع محاول رئيسية ومحوى الرئيسي هو موضوع الترويج من خلال المعارض ولكن زي ما تفضل أخي محمد موضوع المعارض الدائمة وأن يكون هناك بنية تحتية مكتملة كما نراه في دبي وفي البلدان العربية حتى في مصر حتى في بلد في طبعا مدينة زي شرم الشيخ هناك طبعا بنية تحتية متكاملة بما يتعلق بأرض للمعارض وإلى آخره فهذه أعتقد مهمة نحن يمكن في موضوع القانون أرجع سريعا أو أعود سريعا بما يتعلق بالتشريعات نحن في كل سنة خلال الثلاث سنوات الماضية هناك وقوف تام للحركة الاقتصادية انتظارا للقوانين والتشريعات بما يتعلق بضريبة المبيعات على سبيل المثال نعم اليوم احنا اكتشفنا كمستثمرين انه هناك عشرة بالمئة ضريبة على مدخلات الانتاج التي لها علاقة بالأدوية بقطاع الأدوية وانت بتعرف قطاع الأدوية على سبيل المثال في الأردن من أنجح القطاعات نعم طب هذا 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 مش تحفيز هذا قتل لأي شيء يسمى استثمار نعم وقطاع الأدوية لا يوجد فيه عجز بل يوجد فائض في موضوع الميزان التجاري في ظل ما تفضل به وبعجال إذا تكرمت أستاذ محمد ما أهم ما يجب أن نركز عليه خلال المرحلة المقبلة في ظل كل ما يحدث حاليا بكل بساطة أدعو الحكومة حقيقة أول شيء خلينا نحن بالمشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لأن هذه الشراكة حقيقة تراجعت كثيرا جدا خلال السنوات الماضية نعم يجب أن نفعل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال القطاع العام والقطاع الخاص يجنسوا مع بعض يمسكوا تقرير التنافسية ويشوفوا أين الأخطاء وأين الثغرات ويحاولوا أن يضعوا حلولا لكل الثغرات الموجودة في تقرير التنافسية الدولي المصدر عن البنك النقط نعم أشكرك كل شكر أستاذ محمد أرسلان عضو جمعية حماية المستثمر كنت معنا اليوم أشكرك جزيلا وأيضا عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أشكرك كل شكر أيضا مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة مقبلة من نبض البلد إلى اللقاء اشكركوا في القناة